عدو نادي الصيد عدو متعلم مثقف محترم يعني فكره عالي كل اللي بطلقه من اعضاء الجماعة العالمية ان هم يكونوا ان شاء الله متواجدين يوم الانتخابات نمرة اتنين بنصحهم ما تقولش انا بختار صحبي اختار الاصلح للنادي اختار الاصلح للنادي صحبك ده خليه برا او يعني فانا ده رأيي وانا متأكد ان هم على قدر من الوعي كبير جدا اعضاء الجماعة العمومية وهيختاروا الاصلح ان شاء الله مش ده صحبي وده معرفتي واصلا مش عارف ايه لا اختار الاصلح اللي يقود النادي وانت تبقى متأكد ان هو يعني حيفيدك رسالتي طبعا الاول لأعضاء الجماعة العمومية اللي هيبقى منهم عدد كبير جدا ناخبين اتمنى ان كل اللي ليهم حق التصويت واليوم حق حضور الجماعة العمومية ان هم ان شاء الله يبقوا موجودين يوم الجمعة 12 نوفمبر كل ما جه مجلس ادارة باكبر عدد تصويت فدي بتبقى بتعزز ان دي بتبقى رغبة كبيرة جدا من اعضاء الجماعية مش هدفنا بس ان احنا يبقى الحد الادنى للانعقاد لا هدفنا ان ينزل 20 و30 و40 الف ينزلوا وانتخبوا مجلس ادارة بحيث ان هو يبقى مجلس ادارة بيعبر عن رغبة عدد كبير جدا من عضاء النادي هاكد برضو على الكلام اللي محسن بيقالوا ان احنا يهمنا اختيار مجلس الادارة يبقى بعيدا عن العاطفة او بعيدا عن العاطفة الشخصية وممكن يبقى قريبا من عاطفة حب النادي يعني تبقى عاطفة الاختيار هي عاطفة نادي الصيد وليس العاطفة الصداقة من وجهة نظر كل واحد شايف ان فلان اقدر ان هو يقدر ان هو يخدمنا خلال الاربع سنين طبعا الموضوع بيبقى ممكن بيبقى فيه جزء من الصعوبة في الاختيار لمرشح جديد بياخد الانتخابات الاول مرة يعني من ناحية الناخب ان هو يختار مرشح اول مرة بياخد وبيختار مرشح كان موجود في مجلس ادارة فهو شافه قدامه وجربه فيقدر يحكم عليه لكن لما بختار مرشح اول مرة بياخد الانتخابات فبختاره من خلال التفاعل الشخصي او من خلال برنامجه الانتخابي فبقى توسم فيه خير ان هو عنده القدرة ان هو يخدم النادي خلال فترة جاية فانا عايز اقول ده احنا فيه عندنا اعضاء مجلس ادارة السابقين هم مرشحين في هذه الانتخابات انا ومونس حسين ومحمد بشرف وزملاء خارج هذه القائمة اختيارهم من خلال عضو الجمالة العمومية سهل ان هو يشوفه خلال الفترة اللي فاتت عمل ايه للنادي خدم النادي ازاي؟ تواصله مع العضاء كان بقى انهي شكل فلو انا ناخب او انا عضو جميع عمومية ده هيكون اختياري ان انا شايف مبارح بتاعه فاقدر اتوقع هو بكرة ممكن يعمل لي ايه؟ اختيار المرشح الجديد من خلال رؤيتي معاه من خلال تواصلي معاه خلال فترة الترشح من خلال الفترة اللي احنا موجودين فيها دي يقدر ان هو يرسم رؤية ويتوسم فيه ان شاء الله ان هو اللي بيقوله يقدر ان هو يحقق اخلال الفترة اللي جاية يعني باختم كلامي بقول ان شاء الله يبقى يوم انتخابات هادي هادي كروح او هادي كنفوس ولكن صخب وزحمة باعضاء الجميع العمومية ان شاء الله كلمة الموجهة للأعضاء ان هم قبل ما يختاروا يرموا ورد ظهرهم المهاطرات والاشعاعات والاكاذيب وكل الاعمال اللي هي بتتقال نتيجة لممارسة الانتخابات الحمد لله ما فيش حد لنا اللي هو مصلحة في حاجة احنا كلنا ناس جايين نخدم ونخدم بقلب وبنحب النادي احنا تربينا فيه وبقالنا زمن فيه فالنتيجة الاخيرة هي مصلحة النادي سواء احنا جاينا او حد تاني جاي هي نتيجة واحدة طالما الناس حتنتخي بالاصلح انا عندي رسالتين لأعضاء جمالهمية في النادي رسالة شخصية الاول انا حظيت بسقة عضاء جمالهمية اللي اربع سنين اللي فاتوا يا رب اكون كنت على قد المسئولية انا تعبت قدر المستطاع واكتهدت ورعيت ضميري وكنت متواجد وقدرت على قد ما اقدر ان انا اقدم كل اللي عندي تعلمتي كتير واقدر ان شاء الله رب العالمين انا لفترة الجاية اطبق حاجات كتيرة اتعلمتها في المجلس السابق تاني حاجة هي مش عايز الناس تخاف من الكورونا احنا على قد ما نقدر هنخلي الخيمة ان شاء الله بتاعت الانتخابات فيها منافس كتير جدا للهوى مش هتكون المكان مكتوم هنوفر كمامات للأعضاء كلها اللي دخلها في النادي النتيجي تحضر هيكون فيه مطاهرات في جميع انحاء النادي فمش عايز الناس تخاف من الجزء ده ما تخليش جقاحة الكورونا تخوف الناس من الحضور الخيمة زي ما بنقول تاني هيكون فيها ان شاء الله فتحات كتير تهوية مش هيكون مكان مغلق كل الحاجات اللي هنقدر نوفرها بحيس ان العضو النادي يقدر يجي خصوصا كبار السن يقدروا ييجوا ويدلوا بصوتهم ويمشوا وعربيات الجولف طبعا موجودة بتنقل الناس من النادي من باب الابواب النادي للخيمة والعكس فالامور هتكون ان شاء الله ميسرة على الناس كلها المكان هيكون واسع جدا وعلى ما نقدر نعمل احنا المرة دي يمكن المرة اللي فاتت الانتخابات كانت موجودة في الباركينج بتاع العربيات كان مكان دا المرة دي احنا عاملنا في ملعب الكرة مكان مفتوح وواسع جدا ملعب الشرقي فدي حاجة ان شاء الله تيسر على الناس وتساهل محدش يخاف والناس تنزل عشان صوتهم ان شاء الله اللي هيجوا دا هيرسم مستقبل النادي لسنين جاي رسالتي ليهم ارجوكم انزلوا ارجوكم قولوا صوتكم بعد تفكير ونولي الاصلح مش الاقرب الى القلب نفكر كويس قبل ما نيجي ونحط تصورنا للاختيار دا انه هو هيبقى هو دا صوتنا جوا مجلس الادارة الحاجة التانية في جزئية تخص بطلان الاصوات بتعانيني جدا ان مش عايزين نسيب موقع او مكان من اماكن بتاعت الرئيس نائب الرئيس امين الصندوق ست اعضاء فوق السن تلات اعضاء تحت السن وبكرر تاني على ان مكان المرأة مش مقعد وما هوش كوتة مرأة ولا هو مكان واحد للمرأة احنا ممكن نختار مرأة فوق السن اتنين سيدات فوق السن او اكثر بس دا هيبقى كتير اعتقل شوية ونختار تحت السن سيدات برضو دا ما فيهوش مشكلة خالص الحاجة التانية ان ان احنا حضورنا لازم يكون فيه برضو معنا الرقم القومي معنا كارنين نادي يعني لازم الامور دي الاشتراطات دي نراعيها عشان صوتنا ما يبطلش عشان امي جينا ما يروحش على الفاضي والنادي شغال وكل الانشطة فيه يوميها موجودة وممكن نقضي بقية اليوم يوم اجتماعي لطيف الجو حلو اليومين دول ما هوش لا حر ولا برد كل دي حاجات هتشجع الاسرة جدا بقول للمرأة في نادي الصيد ارجوكي انتي عماد كل اسرة فشجعي اسرتك شجعي باباكي ومامتك وحماكي وحماتك وجوزك وولادك لو كانوا فوق السن ان هما ينزلوا معاك يوميها ساعدونا عشان نعرف نعمل حاجة كويسة للنادي طالما ان احنا كلنا بنحب هذا النادي الوعي الانتخابي عند اعضاء الجماعية العمامية هو زاد بشكل ملحوظ والناس بتفرز المرشحين فرز دقيق في الانتخابات دي بالذات فانا رسلت لي ان هو يختار طبعا الاصلح والمتواجد واللي عنده رؤية يقدر ينفزه دي رسالة اللي انا اقدر اقولها له انا حابب بقول لأعضاء الجماعية العمامية وحشتونا من اربع سنين وهنتظركم ان شاء الله 12 نوفمبر واكد على كلام استاذة مروى لازم يبقوا مدركين جدا كيفية الانتخاب وان مطلوب منهم وعايز اقول لعضو الجماعية العمامية انا عايزك تروح يوم 12 نوفمبر تنام كده على السرير وانت مرتاح وضميرك مرتاح فاقول قول كلمتك بضميره رسالتي العضاء الجماعية العمامية ان هم يحسنوا الاختيار ايا كان هم اختاروا مين او قرارهم حيبقى مين المجلس القادم ده انا من وجهة نظري ان الدورة الجاية دي تبقى دورة فريقة في تاريخ النادي مش مهم مين ينجح احنا في الاول وفي الاخر انا من وجهة نظري ان كل المرشحين انا شخصيا تربطني بهم علاقة طيبة كلنا نعرف بعض من فترات طويلة هي مش نهاية المطاف اللي حينجح او مش هيتوفق الدورة دي المهم ان كلنا نتكاتف ورا المجلس اللي حيبقى موجود لان ده حيبقى زي ما بقول دورة فريقة في تاريخ النادي وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع